السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد ربي يسر واع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر حواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمعني بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من اتصالات فضل يختم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك بصر عزيز وفعلناك وفي البرنامج اللي نستخدم منه كثير في حياتنا الله يبارك فيك دكتور عندي سؤالين جرسي تسأني سؤال أن هي تعرف مصارف الزكاة الثمانية لكن هي عندها بنت خطها يعني حلهم على الجد يعني مصارفهم ورؤيتهم على الجد على قد يعني المعيشة نعم وهي مزوجة من خمس سنوات لكن ربنا ما رأى أجهب أطفال يعني يبوا يعملوا عملية صلقية فهل تقدر تساعدها من فلوزك هذه أختك يا محمد لا بنت أخت جارتي يعني هذه اللي تسأل هي بنت أختك ها لا 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 جارتي بتسأل جارتك بنت خطها أيوة خلاص واضح لأن التصالك في البداية ما سمعت البداية طيب أبشر إن شاء الله هي السؤال الثاني بتقول إن هي عندها أهل يعني وعيد تعتف عليهم وعيد تتفدق عليهم لكن أزوها وعيد هي تقول لهم إن هي سمحتهم الدنيا لكن في الأخرى ما بتسمحهم فالناس بيقول لها يعني من عفى وصلح فأمره إلى الله فتقول لها يعني أنا ما أدرى قلبي يعني ما أدري سمحهم من كتب ما سوا فيني أنا ما بتسمحهم يعني هي أختي أمو محمد عندها أهل تعطف عليهم لكن عندها مشكلة معاهم أيوة إيش المشكلة يأذوها يأذونها هي يأذوها وايد يعني موجودين هنا كلهم أو في الخارج لا في الخارج هي هنا وهم في الخارج هي أيوة طيب أبشر يا أمو محمد الله يكزاك مرحبا أختي مرحبا تفضل يوم علي السلام عليكم عليكم السلام يا شيخ أنا دائما لما تكون في العمرة دائما بنزل غطى على وجه يعني بيكون الرجال دائما متواجدين ما بشيلوا إلا بعد أكمل المناسك وألبس النغاب هل ده يجوز يعني ما برفع الغطى نهاي من وجه إن شاء الله السؤال الثاني يا شيخ أنا دائما بواضح يعني على خلال عيشة في وقتها وسميهتها قالوا أفضل تأخير قالوا الأفضل دياء في وقتها والآخير أنا دائما مواضح على في وقتها في أول وقتها طيب جزاك الله خير أهلا وسهلا محمد عليكم السلام تفضلي يا محمد السؤال الأول بالنسبة للتوصل للأعمال الصالحة أي هل يذهب أجرها في الآخرة هل إيش يعني الأجر في الآخرة خلاصي يذهب يذهب أجر الأعمال الصالحة يعني إذا تهي تتوصل بها في الدنيا للأمر الدنيا هل أجر عليها أيضا في الآخرة أو لا خلاص طي السؤال الثاني عندي كما ذكر كده أقول أقول صحيحة أو لا بالنسبة لدخول المسجد أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأمغفر لي بنودي وأفتح لي عبابة رحمتك أيوة وفي الخروض أقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ينسلكم من فضلك إن شاء الله وبين السجدتين بقول اللهم اغفر لي ورحمني واهديني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني هذا ده صحيح إن شاء الله السؤال أخي بالنسبة لفرق بين ذبح البقر أو الإذن أو الغنم نفس الشيء أو في ذبح هنا أو هنا في نحر أو عقر أمم يعني ما أعرف التفاصيل كيف إن شاء الله مرحبا مرحبا طيب أم محمد الأخت أم محمد من الشارق بارك الله فيها تسأل تقول عندها جارة تسأل عن مصارف الزكاة تقول يعني هي مهتمة بمسألة الزكاة وتعرف مصارف الزكاة تقول عندها بنت أختها يعني حالتهم على قدها تقول يعني هذه البنت متزوجة من خمس سنوات ومناوية تجري عملية لأنها عندها صعوبة في قضية الحمل هل يجوز إعطائها من الزكاة أختي محمد بارك الله فيك بالنسبة للزكاة مجالاتها ضيقة والله جل وعلا هو الذي تولى بيان من يستحق الزكاة بقوله إنما الصدقات يعني الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ومن السبيل فريضة من الله فعندنا أول صنف الفقرة جمعه فقير وهو المعدم الذي لا يجد شيء المعدم الذي لا يجد شيء ثانيا المسكين المسكين يجد بعض كفايته لكن ما يجد ما يجد جميعه كفايته يجد مثلا عنده قدرة عنده دخل عنده راتب لكن ما يكفي آخر الأسبوع أو آخر الشهر مثلا على حسب حالات الناس يعني وتعاملات الناس هذا مسكين وذلك الله عز وجل قال فأما السكينة فأما السفينة عفوا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأثبت لهم ملك لهذه السفينة ومساكين فالمسكين قد يملك سيارة يملك بيت يملك عنده راتب لكنه ما يكفي الغارم هو الذي اقترض بحق وليس بباطل ثم عجزه وعسره عن السداد ما عنده قدرة اقترض وأصبح الآن عاجز عن السداد هذا يعطى من من الزكاة أنت ذكرت حالة بنت أختها تقولين على قد حالهم إذا مسكينة اللي فهمت أنا من سؤالك بالنسبة لجارتك يعني مسكينة بمعنى عندها دخل ما يكفيها عندها مثلا عملية عندها رسول عندهم يعني أشياء مثلا في مسألة الدخول المستشفى نعم تعطاب من الزكاة إذا كانت بمثل هذه الحالة أم محمد من الشارقة تقول يعني جارتي تقول عندها أهل وهؤلاء الأهل تعطف عليهم كثيرا لكن تقول للأسف الشديد يؤذونها تقول أنا أعطف عليهم لكن غير مسامحة لهم و يعني تذكر بأن قلبها لا يريد أن يسامحهم أو يعفوا عنهم حسب ما فهمت أختي محمد بارك الله فيك أولا هذه الأخت ينبغي لها أن تشكر الله و أن تحمد الله الذي جعلها مظلومة و ما جعلها ظالمة صحيح الإنسان ما يتمنى أن يكون مظلوم لكن أحيانا الإنسان في الحياة ربما تنعدم الخيارات أمامه فيصبح ظالم يصبح ظالم نسأل الله العافية و السلام معتدي مؤذي بعض الناس مؤذي و العياده بالله فتقول الحمد لله اللي الله عز وجل من عليها و جعلها مظلومة و ما جعلها ظالم هذا الحمد الأول و الشكر الأول الذي تصرفه لله الثاني يجب عليها أن تعلم بأن الله تعالى أراد بها خيرا حينما رزقها رقة القلب و حينما رزقها هذا العطف لتعطف فيه على أسرتها تساعدهم ترسلهم تتواصل معهم رغم أذيتهم لها ترى هذه نعمة يا إخوان و يا أخواتي بعض الناس و العياده بالله إذا حصل أمامهم موقف أو تصرف آخرون معه تصرفا سيا يعني يقطع جميع الصلات و يسد جميع الطرق الموصلة إلى الأرحام فهي الحمد لله هذه نعمة من نعم الله و هذا يدل على أن الله تعالى يؤيدها يؤيدها فلذلك فلذلك هي في نعمة عظيمة المسألة الأخرى في سلف لها من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذاك الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام و قال يا رسول الله إن لي أرحام أرحام أصلهم و يقطعونني أحسن إليهم و يسيئون إلي أحلم عنهم و يجهلون عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كنت كما قلت يعني كأن لما نتأمل في اللفظة كأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من حاله قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل الرماد الحار و لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك يعني الله عز وجل يؤيدك بملائك و ينصرك و يقف معك الملك يؤيدك في مثل هذه الحالة فهي لها سلف و لله الحمد و المن الأمر الآخر هذه الأخت لو سألتها تريدين محبوب الله و أم تريدين مراد النفس أنا أجزم جارتك أكيد أمرأة صالح ستقول أريد محبوب الله و مراد الله لأن النفس دائما أماره بالسوء محبوب الله و مراد الله ما هو هو الكظم الغيظ و العفو قال جل وعلا و الكاظمين الغيظة و العافين على الناس و الله يحب المحسنين قل جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره قل جل وعلا فاصفح الصفح الجميل اللي ما فيه عتاب اصفح الصفح الجميل اصفح و امشي لا تعاتب و لا تترك خلفك شيء ربما فعلا يجعلهم في دائرة الخجل و عدم يعني محاولة إذلالهم مثل ما يفعل بعض الناس لا فاصفح الصفح الجميل فلذلك اخت الفاضلة ما فيه أجمل و لا أروع من الإنسان يسبح في فضاء العفو في فضاء الصفح لأن هذا هو الذي يحب و الله عز وجل و لذلك العرب قديما تقول الذي يعفو ينام و الذي يريد الانتقام يتقلب الذي دائما يغلي قلبه و العدو بالله بالحقد على الآخرين و أمر آخر هي الآن لو قيل لها ما رأيك يعني تكتشفين يوميا في حسابك البنكي المصرفي يدخل فلوس من دون تعب ستفرح بهذا مدام أنها جاءت من ولي أمر جاءت من جهة تفرح لماذا نفس تحب هذا شيء ميزان حسناتها يمتلئ يوميا من هؤلاء الأهل و الأقارب اللي يغتابونها و يحقدون عليها هي تأتيها حسنات من حيث لا تشعر فالمقصود يا أخت الفاضلة لها و لغيرها ممن يشاهدني الذين دائما تضيق صدورهم و دائما يقفون عند مثل بعض المواقف و بعض النقاط و يبنون عليها و ربما حملوا حقد في صدورهم و كراهية في قلوبهم لا انطلقوا في هذا الفضاء الرحب من العفو و الصفح الذي يحبه الله عز وجل و الدنيا هذه و الله ما تستحق أن الإنسان يغضب لأجلها أو يحزن لأجلها أو يدخل في معارك مع الأرحام و الأقارب لأجلها ما تستاهل و الحمد لله يجعلها في مثل هذا المقام أعتقد بأن هذه الخطوات و هي موجودة في كتاب الله و في سنة رسول الله و في منهج السلف الصالح كفيلة بإذن الله أن يجعل جارتك هذه تنعتق عن مثل هذه الأوهام عفو مثل هذه الأشياء التي يرسمها الشيطان و يحاول أن ينسجها في مخيلتها تنتفض على نفسها و تعيش حياة حياة العفو و الصفح أم علي من السعودية تقول أنا لما أروح العمرة دائما أغطي بوجهي لأني يعني أقابل رجال كثر في الحرم و بعدين لما أنتهي من العمرة ألبس النقاب هل علي شيء أم علي بارك الله فيك ليس عليك يجوز للمرأة أن تغطي وجهها بحضور الأجانب إذا كانت فيها في الطواف أو في المسع يجوز المرأة المحرمة ممنوعة من النقاب و النقاب هو إظهار العينين سواء برقع أو لثام بعض النساء تضع لثام هذا ممنوعة منه المرأة فالنبي عليه الصلاة و السلام نهى المرأة المحرمة عن أن تنتقب و أن تلبس القفة زين اللي هم يلبسون في اليد لا ما يصرح هذا من محظورات الإحرام لكن تغطية الوجه يجوز فوجه المرأة كبدن الرجل يجوز تغطيته لكن ما تنتقب بارك الله فيك أم علي تقول أنا حريصة على المواضبة على الصلاة العشاء في وقتها سمعت بأن تأخيرها أفضل ما حكم ذلك يا أم علي بارك الله فيك صحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل فقيل له أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها و في لفظ لوقتها و لذلك يعني مواضبتك على صلاة العشاء في وقتها لا شك بأنه أفضل نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحب تأخير العشاء و كان يتأخر على أصحابه فلما قيل له يا رسول الله نام النساء و الصبيان صلى بهم يعني في الوقت و يعني قال بأن كان النساء يحب أن يؤخر هذه الصلاة إلى لماذا حتى الإنسان ينام على طهارة يؤخر صلاة العشاء و يوتر و يكون قد نام على طهارة أغلب الناس يكسلون عن الوضوء قبل النوم فلذلك أنه كان يحب أن يؤخرها لكن أخت الفاضلة ما دام أنك معتادة على أن تقيم الصلوات في وقتها و من ضمنها صلاة العشاء استمر على ما أنت عليه محمد من السودان بارك الله يسأل يقول يقول بالنسبة بالنسبة للتوسل بالأعمال الصالحة إذا توسل بها العبد هل يذهب الأجر يوم القيامة يا محمد بارك الله فيك بالنسبة للتوسل المشروع من ضمنه التوسل بالأعمال الصالحة كما ذكرت فإذا توسل العبد بعملها الصالح فإن هذا لا يكون مذهبا للأجر عنه يوم القيامة فيبقى عمله لماذا لأن الشارع الحكيم أذن للإنسان أن يتوسل إلى الله بعملها الصالح كما في قصة أصحاب الغار الثلاثة التي جاءت في الحديث الصحيح حينما دخلوا غار فانطبقت عليهم الصخرة وما استطاعوا الخروج قالوا لن ينجيكم إلا أن تدعوا الله بأعمالكم الصالح فقال الرجل يعني قصة طويلة طبعا تقرؤونها توسل إلى الله ببره بوالده قال يا رب إن كنت تعلم بأن بأني ما عملت هذا إلا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه فتزحزحت الصخرة شيئا قليلا ثم الآخر الذي كان بينه وبينه أراد أن يفجر بابنتي عمه وطلبته مالا ثم تركها خوفا من الله عز وجل قال اللهم إن كان يعني ما فعلته ابتغاء مرضاتك وكذا فافرج عنا ما نحن فيه فتزحزحت الصخرة لكن ما استطاع الخروج ثم الثالث الذي كان له أجير وترك أجرة فنمى ماله حتى أصبع عنده إبل وغنم وبقر كثير جدا ثم أتى بعد ذلك وطلب الأجرة فقال أنظر هذا كله لقل أتهزأ بي أتسخر مني كيف هذا لي أنا تركت أجرة بسيطة يقول فساقها ولم يترك لي شاة واحدة فتوسل إلى الله بعمل الصالحة قال يا رب إن كنت عملت هذا ابتغاء رضوانك وطلب ففرج عندنا ما نحن فيه فسقطت الصخرة واخذ يمشون هذا لا يبطل العمل يا محمد بارك الله فيك فهذه الأعمال تبقى في ميزان حسناتهم يوم القيامة لكن هذه الأعمال الصالحة سبب من أسباب نجاة ولذلك الإنسان الذي يعمل الأعمال الصالحة من فوائد هذه الأعمال الصالحة في الدنيا قبل يوم القيامة تنجيك من تنجيك من في الأزمات تنجيك في الكرب كما أن يوم القيامة سبب من أسباب نجاتك من النار كذلك في الدنيا سبب من أسباب نجاتك من المصائب والملمات محمد يقول أنا إذا دخلت المسجد أقول باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك يقول وإذا خرجت أقول باسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك يقول هل هذا الذكر صحيح يا محمد بارك الله فيك نعم لكن بعض العلماء يضعف لفظة الصلاة وإنما يقول باسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك إذا دخل المسجد وإذا خرج يقول باسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وفتح لي أبواب فضلك لأنه خرج إلى الدنيا ولما دخل المسجد طلب الرحمة وبعض العلماء يرى بأن الضعف هنا غير شديد وهي من فضائل الأعمال تفضل يا رناء عليكم السلام ورحمة الله عندي أربعة سنة يا شيخ فضل يا أختي السؤال الأول يا شيخ أنا بيوم الجمعة رحت في البيت خارتي وشفت حماتي الصلي بس لكن صلاتها خبر الصلي العصر أربع رقعات لكن بالتالسة تجيب التشهد والرقعة الرابعة تسبح بيها فأني سألتها قلت لها هاي صلاتي شمن أنت بلغتي وفيك صلاتي قالت إيه أنا شوف أهلي وقاربي صلاتي أنا وأصلي وياهم أنا علمتها على الصلات صحيحة فهي سئلتني قالت الصلات القديمة أنا أعيدها لو أبقى على كم عمرها أخطرنا أخفض التلفزيون على الآخر سمعيني من الهاتف الله يرضى لي عليك لأن في صدى يتردد أيوة كم عمرها بالنسبة لحماتك تقريبا أمرها 21 سنة 22 من متى بدأت تصلي من بلغت طيب يعني من أمرها 15-14 طيب السؤال الثاني السؤال الثاني إذا شخص يملك اسميا يعني اسم عنده بالبطاقة وبالمستمسكات واسم يعني بس يعني يطلقون علي قدام الأهل والمعارف أيوة يعني ما حكمه حرام حلال إن شاء الله والسؤال الثالث في صورة يوسف أنا من أقراها يعني آخر كلام أن زوجة العزيز من طلع يوسف من السجن بس بمواقع التواصل يقولون أنه رجحها ابني واتزوجها بس بالقرآن ما مذكر هذا الشيء إن شاء الله أي والسؤال الأخير أنا طبقت البرنامج يوم السببت وأنت تحدثت عن القبور والموت خارتي حضرت البرنامج وقالت أنا أجزم أن الموت يعلمون أي شيء يفعل أبو أهل البيت لأن تقول أنا ابني ميت وتقول أي شيء يصير أدنى يقول يجيني بالحلم يقول لي فارعتكم وهيش وهيش أنا قلت لها حرام استغفر الله لأنني أتابع البرنامج وهي الشيخ يقول ما كوهيش شيء إن شاء الله يا أم يا اختران فأني دائما أتعلم من عندك أنصح بس أنا ما يقبل النصيحة طيب أبشر يعني هل أني علي أتنمشي إن شاء الله يرى أنا أنت لك الأجر إن شاء الله يا شيخ هو السؤال الأخير أمي صامت الأيام تبيض ثلاثة فهي قالت أنا بآخر يوم من الصيام تقول قعدت بالليل رحت من الحمام تقول من طلقت من الحمام تقول سمعت الأذان أذن تقول بس جلت حلعة شانة وتقول ورحت على المي شربت تقول أنا عندي كانتان يوم معاملة ولازم أروح الدنيا حارة تقول شربت مي فتقول هل أعيد هذا اليوم لو أبقى علي يعني والدتك في رمضان الماضي يعني لا مو برمضان بهاي الأيام البيض في الأيام البيض أي ما الأيام البيض هي صرامة ثلاثة يام تقول بأخير يوم احتاجت الحمام بلي تقول بس سمعت الأيذان أذن وتقول من طلقت شربت مي أبشري يا رنة أبشري مرحب أختي تفضلي علي عليكم عليكم السلام في الله تفضلي علي 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 نعم التلفون يقطع 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 يا علي ما سمعنا سؤالك سؤال أول أيوة معنى قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أي طيب سؤال الثاني هل صحيح أن من لم تنتهو صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له هل من صلى يعني يأتي بمنكر لا تقبل صلاة أم ماذا طيب سؤال الثالث بالنسبة للجمع والقصر إذا نسيت الإقامة للصلاة اللي بيأخصرها وإجمعها الثانية يعني ما حكم الصلاة نسيت الإقامة لأخير إقامة الثانية واضح نعم نعم شيء خاص حالي لا أريد أحد يعرفه قلت له ما أعرف هلأ أسمع أنا لا أريد أجاوبه يعني أقاصدك ليس مسألة شرعية أيوة يعني مسألة عادية حياتية يعني أيوة طيب طيب شكور بارك الله وفيك معرحبا يا علي طيب رنى عفوا قبل رنى عندي الأخ محمد من السودان محمد يقول يعني أنا بني السجلتين يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وإلى آخر محمد بارك الله فيك يعني بالنسبة لما ذكرت من الدعاء نعم صحيح هذا ولله الحمد ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجل رب اغفر لي رب اغفر لي هذا ثابت الزيادة هذه جاءت في السنن وحسنها كثير من أهل العلم تقول رب اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وعافني وارزقني واهدني هذه هي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام محمد من السودان يسأل يقول هل هناك فرق بين قول ذبحت الشات أو ذبحت البعير أو ذبحت البقرة محمد بارك الله فيك هذه مسألة حقيقة يعني المرجع فيها إلى المعاجم اللغوية فمن أهل العلم من قال بأن البعير ينحر البعير ينحر والشات تذبح شات تذبح وكذلك البقر ينحر فالبقر والإبل تنحر جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام رأيت بقرا تنحر طبعا هذه رأى رؤية في المنام قال رأيت بقرا تنحر فالبعير والبقرة يقال نحر البعير نحر البقرة أما الشات يقول تذبح لكن هل يجوز استعمال هذا في مقام هذا الجواب نعم بدليل قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أن تذبحوا بقرة ما قال أن تنحروا بقرة فالمسألة فيها سعة بارك الله فيك رأنا من العراق تقول يعني رحت يوم الجمعة وجدت حماتي تصلي صلاة غريبة بالنسبة للعصر تقول في الركعة الثالثة تتشهد والرابعة تسبح فقط فسألت قالت والله أنا شفت أهلي فتقول علمتها تسأل الآن تقول بالنسبة للصلوات الماضية هل علي شيء رأنا بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وأنت على خير أبشري وأسأل الله تعالى أن يمنى عليك بالقبول وأن يكثر أمثالك أنا سبق أني نبهت أن كثير من الناس وللأسف الشديد يهملون مسائل تعليم الأهل والأسرة والذرية والأقارب وأنا نبهت على هذا في حلقة سابقة وذكرت من كبار السن من عنده شرك بالله ما يدري مسكين لأنه عاش في بيئة جاهلة عاش في موبوءة بمرض يعني هذه المخالفات وتعود على هذا الشيء وللأسف عيالهم وبناتهم تعلموا وتفقها ودرسوا وتنوروا مع ذلك مهملين شف الآن الأخترانة بنت عمرها واحد وعشرين سنة تخطي في الصلاة واحد وعشرين سنة الصلاة المنقولة من عهد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا ما أحد يخالف فيها هذه صلاة أهل الإسلام الفجر ركعتين الظهر أربع ركعات العصر أربع ركعات المغرب ثلاث ركعات العشة أربع ركعات العشة أربع ركعات الفجر ركعتين ما فيها إلا تشهد واحد الظهر أربع ركعات فيها تشهدان التشهد الأول بعد ركع الثانية والتشهد الثاني بعد ركع الرابعة اللي بعدها السلام العصر مثل الظهر بالضبط تشهد الأول بعد ركع الثانية ثم التشهد الثاني بعد ركع الرابعة وتسلم بعده المغرب ثلاث ركعات بعد ركعتين تتشهد ثم تقوم للركع الثالث وتأتي بالتشهد الأخير وتسلم والعشة مثل الظهر والعصر و مع ذلك يعني في هذا السن تقول والله وجدت أهلي إذن أنت يا رنى الله يعينك و يقويك تحتاجين الآن إلى أيضا تشتغلي على أهلها الذين الآن عندهم خربطة في الصلاة أو تكون البنت هي التي أخطأت فهمت خطأ شافت مثلا والدتها و إلا جدتها و إلا أحد خواتها قام يقضي ركعة و إلا كذا فهمت لكن مهم جدا أن تجلسوا و أن تسألينها أسئلة كثيرة جدا عن الصلاة تسألين أمها و بقية الأسرة تسألونهم هذه الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة المسلم لما يبعث يوم القيامة أول سؤال يسأل كيف صلاتك كيف الآن تلقى ربها بهذه الصلاة الصلاة الخطأ و غلط لذلك أخت الفاضل أنت على أجر و نبهيها على أنها تستقيم على الصلوات فهميها بأن صلاة العصر و الظهر و العشاء أربع ركعات بعد الركعة الثانية تجلس التشهد الأول التحيات لله و الصلوات و الطيبات سلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته سلام علينا و على عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبد و رسوله ثم تقوم الركعة الثالث الركعة الرابعة في صلاة الظهر و العصر و العشاء تجلس الركعة الرابعة التشهد الأخير اللي أنت تعرفين يرنى تعرفين هذا الحمد لله تفهمينها تجيب هذا التشهد و الصلاة الإبراهيمية الله ما صلي على محمد و على آل محمد كما صليت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على إبراهيم و على آل إبراهيم إنك حميد مجيد و تدعو الله بالأدعية المذكورة و تسلم لابد أن تفهم هذا الشيء الآن السؤال هل ما مضى الآن من عمرها 14 و 15 تقضي واضح بأنها جاهلة وتعيش أيضا في أسرة غير متعلمة أو أنهم غير مهتمين بهذا أرجو الله تعالى أن يغفر لها وقولي لها من الآن تواضب وتتعلم وضروري جدا الحمد لله أنا عندي حلقة كاملة في قناة الشارقة فيها صفة الصلاة عمليا سجلناها في جامع من جوامع الشارق قول الله الحمد صليت الصلاة عمليا حتى الإنسان اللي يقول والله أنا ما أفهم عمليا صلينا صلاة عمليا كيف نكبر وكيف نقرأ وكيف كذا ممكن ترجعوا لها موجودة في اليوتيوب وموجودة أيضا في قناة مرايا بالنسبة للتطبيق الخاص بقناة الشارق قولي لها أخت الفاضل هذا الكلام لأن هذا أحزنني والله بنت في هذا العمر ما تحسن الصلاة شيء غريب جدا والله مؤلم فلذلك احتسب الأجر علم الأسرة أي شيء يشكل عليكم اسألوا أهل العلم لأن هذا أمر غاية في الخطورة كيف يلقى الإنسان رب العز وجل في صلاة الإجماع منعقد على هذه الصفة والناس يتناقلون حتى البدوي في الصحراء يعرف كيف يصلي يصلي أربع ركعات العصر وأربع ركعات الظهر والعشة ومتى يجلس ومتى يغلق المزارع الفلاح كل الناس يعرفون هذا الشيء فهذا اندل على شيء في أنه ما يدل عنك مشكلة وإهمال فأسأل الله تعالى يتقبل منك وقولي لها ما مضى تتركه والآن تبدأ حياة جديدة مع الصلاة تحرص على الصلاة الخمس وتكثر من النواهب علميها يرنى السنن القبلية والبعدية 12 ركعة التي أنت عارفتها أكيد لأنكم تابع البرنامج علميها قيام الليل تصلي متى بعد صلاة العشاء وتهتم بهذا الشيء علميها صلاة الضحى ركعتين ركعتان من الضحى خير فيها أجر عظيم وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام وليلها دائما نقول أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه تبر والدتها ووالدها إذا كانوا حيين لأن بر الوالدين سبب من أسباب تكفير الذلوب والخطايا والسيئات وأيضا التقصير في حق الله عز وجل بالنسبة للعبادات أسأل الله تعالى أن يفتح على الجميع رانا تقول في شخص عنده اسمين اسم في البطاقة واسم يعني يطلقون عليه الناس ومتعارف عليه هل يجوز يا رانا بارك الله فيك إذا كنت تقولين بأن هذا الشخص اسمه مثلا عبد الرحمن في البطاقة أهل يسموا عبد الرحمن لكن الناس يسمونه عبد الله عبيد الله عبود مثلا ما في شيء تعارف الناس والله لأن اسمه بالبطاقة عبد الرحمن هذا الأصلي أهم شيء أنه ما يستغل هذا الاسم المتعارف عليه في مكاسب مثلا من الدولة أو من الشركة أو من حكومة أو يستغله كاسم ثاني يتكسب من وراءه لا ما يجوز هذا حرام أما قضية تعارف ما في شيء كان يعني بعض الناس لها أكثر من اسم بعض الناس ما يعرف إلا بالكنية بعض الناس ما يعرف إلا باللقب بعض الناس أحيانا يسمونه اسم وبعدين يغيره والناس ما يعرفون هذا الاسم أو ما تعودت ألسنتهم عليه اسمه مثلا محمد أو عبد الله وسموه عبد الرحمن خلاص الاسم اللي في البطاقة هذه نسوه ما يعرفون الناس يعرفون عبد الله ومحمد مثلا فلذلك إذا كان بهذا بهذه أنت سألت تقول الله هل عليه شيء لأنه أصلا ينادونه باسم وتعارف عليه واسمه في البطاقة غير ما في شيء ولله الحمد والمن رانا من العراق تقول يعني في قصة يوسف في القرآن بالنسبة لزوجة العزيز تقول نقرأ يعني في المواقع التواصل يقولون بأنها رجعت بنت و بعدين تزوجها و شيء من هذا القبيل أخترانا بارك الله فيك بالنسبة لي قصة يوسف من أعظم القصص وهي أحسن القصص كما قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ولذلك السورة الوحيدة في القرآن اللي اجتملت على قصة كاملة هي سورة يوسف يوسف عليه الصلاة والسلام القرآن أحيانا يطوي بعض المواقف لأنه ما في فائدة من ورائها أو يتركها لأن أصرا ما حدثت ما حدثت ولذلك ما يذكر بأن والله زوجة العزيز رجعت بنت عمرها ثلاثين أو عشرين كذب هذه لويات إسرائيلية ما نصدقها لماذا؟ لأنها مخالفة ليه ما عندنا شيء يدل على ذلك أنها تزوجها يوسف كذب غير صحيح ما عندنا شيء أن يوسف عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة العزيز بعدما رجعت إلى يعني سن الشباب هذا كله غير صحيح عندنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام فيها من العظات والعبر والدرس حتى قال بعض أهل العلم يستخرج منها أكثر من ألف فائدة ألف أكثر من ألف فائدة ولذلك للأسف الشديد الآن اهتمامات بعض الناس منصرفة إلى الغرائب والعجائب ويتركون الفوائد يقول لك والله رجعت عمرها عشرين أو ثلاثين وتزوج غير صحيح هذا هذه كلها روايات باطلة هذا يجب على الإنسان أن يبتعد عنها ويهتم يأخذ الدروس والعبر في فوائد أكثر من ألف فائدة ذكرها بعض العلماء وين الناس عنها راحوا من شغلين بقضية والله رجعت بنت ولا كذا أما أن يوسف عليه الصلاة تزوجها هذا ما عندنا شيء لا في القرآن ولا في السن ولذلك الأصل أنه العدم الأصل أنه ما حصل هذا الشيء بارك الله فيك رأنا من العراق تقول يعني يوم السبت الماضي في البرنامج أجبت عن مسألة سماع الموت للأحياء وكذا تقول عندي خالطي قالت لا أنا أجزم يقينا بأن الموت يعلمون وابني ميت يأتيني في المنام ويخبرنا بكل شيء وكذا تقول ما حكم ذلك أختي رأنا بارك الله فيك وبارك الله في الخالة وعظم الله أجرها وعوضها الله تعالى خير أختي الفاضلة بالنسبة لهذه المسائل هي من أمور الغيب مسائل من أمور الغيب وأمور الغيب هذا لا بد فيها من الرجوع إلى القرآن والسنة ما يجوز الإنسان يتحكم بشيء من أمور الغيب عندنا نصوص القرآن والسنة كما ذكرت أنا في الحلقة التي أشرت إليها تقولينه بالسبت أني ذكرت هذه المسألة وكثيرا ما أذكر بأن الراجح من قولي أهل العلم أن الموت لا يسمعون الأحياء لأن الدليل في القرآن يقول جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور يقول جل وعلا إنك لا تسمع الموت هذا الكلام أن الميت يسمع الحي وليس الحي يعلم ما في بيته وما في الدنيا هذا مجمع عليه أجمع العلماء على أن الميت لا يعلم ما يدور في بيت أهله أجمع العلماء على أن الميت ما يعلم ما يدور في الحياة الدنيا وما يعلم ما يدور في بيته وما يحصل عنده هذا إجماع هذا إجماع وخالتك حاولت أن تخرق الإجماع الكلام وين الكلام إذا جل إنسان وسلم على الميت ودعا للميت هل يسمعه الميت من دون أن يرد عليه هذه مسألة خلافية والأدلة جميعها وكلها أو جميعها تشير إلى ماذا إلى أنه ما يسمع حتى أن الصحابة رضي الله عنه تقرر عندهم أن الميت ما يسمع فلما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام ينادي قتل قليب بدر من صناديد قريش يقول يا فلان يا فلان يا أبا جهل هل وجدتم ما وعدكم ربكم حق فإني وجدتم ما وعدني ربي حق فالصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله كيف تكلم موتا قال والله إنهم لأسمع لي منكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذه خاصية الله عز وجل كشف للنبي عن بعض إحوال القبور هذه خاصية لأنه نبي الله عز وجل ينزل عليه الوحي فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق أشرف الخلق لما نسلم عنه يوكل الله ملك يرد عنه عنه والسلام السلام يوكل الله ملك يرد عنه السلام الميث لما يأتيه كما في الأثر الصحيح لما يأتيه الثواب يسأل يقول من أين هذا فتقول له الملائكة خلفت ولدا صالح يدعو لك هو ما يدري إن هذا الأجر والثواب اللي جاء ما يدري من وين فيسأل الملائكة لأنه في عالم البرزخ الآن هو في عالم البرزخ فيقولون خلفت ولدا صالح أن يدعو لك فياختران بارك الله فيك و بارك الله في الخالة قولي لها لا تجزم لأن الله يسألها عن هذا كيف جزمت و ما عندها علم بهذا و قضية أنه ولدها يجيها في المنام ليس دليل هذا يكون يعني تتصور الشيطان بصورة الولد يحاول أنه يسحب خالتك إلى مساحة غير جيدة يوهمها يجي في صورة ابنها و المرة الثانية يجي يقولها سووا لي كذا و اعملوا لي طعام و سووا لي كذا و يدخلها في عالم آخر تنتبه الخالة و تحمد الله عز و جل على ما قدر و قضى و أسأل الله تعالى أن يخلف عليها خير و ابنها إن شاء الله بين يدي أرحم الراحمين و تنصرف عن مثل هذه الأشياء رانا تقول والدتي كانت تصوم الأيام البيض في ليلة من الليالي دخلت الحمام و كانت عطشانة و كانت تريد عندها مراجعات في الدوائر الحكومية تقول سمعت الأذان و شربت الماء عليها شيء ما عليها شيء و لله الحمد لله الحمد لله صوم نفل و الشيء الثاني في الغالب أن المساجد يؤذنون قبل الوقت بدقيقة دقيقتين و الشيء الآخر من أهل العلم رخص الشرب أثناء الأذان هي من صوم السنة و ليس الفريضة فالأمر واسع و لله الحمد حابة تقضي تقضي يعني مدام حصل في نفسها شيء ليس عندها القدرة ما عليها شيء و لله الحمد و المن علي من عمان يسأل عن تفسيري قوله سنستدرجه من حيث لا يعلمون علي بارك الله فيك بالنسبة لهذه الآية آية عظيمة و خطيرة و هي تشير إلى أن بعض أهل الغي و الضلال عندما يرون أن الله تعالى يغذيهم بالنعم و يمدهم بالخير يعتقدون بأنهم على حق و هذا استدراج و لذلك أخطر ما يمر على الإنسان العاصي و المذنب و المنغمس في الخطيئة أنه يشوف أن الله تعالى يعطيه فيظن بأنه بأن الله راض عنه و هذا أخطر ما يمكن أن يمر على الإنسان قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أملي لهم إن كيدي متين و لذلك تجد بعض أصحاب المعاصي و الذنوب و الآثام و الخطايا و الذين يجاهرون بالمعاصي يغذيهم الله بالصحة و بالنعم و بالغناء فيعتقدون بأنهم على حق و على باطل قارون قارون هذا الله عز و جل آتاه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة و للقوة المفاتيح الخزائن اللي عنده و مع ذلك الله عز و جل ينمي ماله المال يفور عنده فوران و هو يزداد كفر و ضلال و العياذ بالله حتى نسب النعم إليه قال إنما أوتيت و على علم عندي فخسفنا به و بداره الأرض استدرجه الله عز و جل لأن الله تعالى يعلم ما في قلبي من الخبث و من المكر و من الكيد فخسف به و بداره الأرض ما أغنى عنه لا قريب و لا بعيد و لا أموال فهذا من أخطر الأمور ذلك نصيحة لكل إنسان موغل في المعاصي و الذنوب و يشوف بعض الناس بعض الناس عنده أصل الخير متربي في بيت في أسره و هو دائما يخاف من آثار الذنوب و المعاصي فلما يقع في الذنب و الخطيئة ينتظر يقول الله الحمد لله أصبحت ما فيني شيء الله يعطيه صحة و يعطيه عافية و يعطيه غناء فيروح يغتره العياذ بالله و يعتقد بأن الله راضي عنه علشان نرتكب معصيه و نرتكب ذنب الله عز وجل ما يرضى عن القوم الفاسقين و لذلك احذر كل إنسان يقع في المعاصي و الذنوب و شوف أن الله عز وجل يعطيه يخاف ما يفرح يجب علي أن يخاف و لا يفرح لأن هذا استدراج نسأل الله العافية و السلام بارك الله فيكم علي يسأل يقول هل صحيح بأن من يلا تفضلي جميلة 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 من الجزاء عليكم السلام تفضلي جميلة سلام عليكم و عليكم السلام و رحمة الله يا يا أخي أنا عندي سؤال أخي عنده عام و نصف اللي جاب الزوج نعم و و زوجته كانوا ربطينها أهلها و ما قالوا لوش هل يعتبر هذا خدحة ولا كيف يدير الآن لا بهم ما وش عرف روحوا كيف هي يدير و اللي ربطتها ماتت ما عندوش كيف هي يدير ذلك والآن ما استطاعوا فك الربط هذا عمتني يا شيخ فهمتك لكن الآن المرأة بخير و لا ما زالت مربوطة ايه ما زالت مربوطة و اللي ربطتها ماتت الله المستعان و لا حول و لا قوة إلا بالله ايه و ما هوش عارف كيف هيدي خاف يروح لهذوك انتعى لهذوك الروقات و هذوك خاف يدخل في الشرك و لا و اللي ربطتها و والدتها ها لا ماشي و والدتها يمكن أمها الكبيرة نعم طيب يا جميلة تسمعين الجواب ان شاء الله ايه هذه ممكنة ايه ان شاء الله تسمعين الجواب بعد قليل فضل يوسف السلام عليكم شيف عليكم السلامة الله إزاك الله خير على البرنامج الطيب حياك الله يوسف يا خلع عندي ثلاثة ثلاثة فضل السؤال أول شيخ في التشهد الأخير في الصلاة الإبراهيمية التشهد الأخير عقب ما نخلص الله مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد الأسبع يا شيخ تكون مرفوعة وتتحرك عندما نبدأ في التشهد الله مهن يعوذ بك من عذاب القبر هل ننزل الأسبع وتكون مواقف وتتحرك إن شاء الله السؤال الثاني شيخ لدي أختي تداوم في الصبح وترد الساعة ثلاثة ومس في دوام نساء ويوم ترد عندها أخوات من الأب أبوي يقول لها ذاكري الأخوات أخوات عندها أثنين خوان زين فهي تقول لها أبوي أنا تعبان أما أقدر يعني ذاكري الأخوات يقول لها لا نازم الأثنين يقول لها بغضب عليك وبدأ عليك فهي الحين مضطرة شو تفوي شيخ إن شاء الله السؤال لسالة شيخ الوالد الله يديه ويحفظه لنا يدي على الوالدة بدون سبب فالوالدة تقول هل هي الدعاء يستجاب أم لا إذا هي مم قسرة معه ويدعي بدون سبب قال يستجاب الدعاء ودعواتك للوالد بالهداية الله يهديه يا رب ويهدي جميع المسلمين يلا يا حنان حنان تفضل يا حنان السلام عليكم عليكم السلام مرحب أختي الشيخ السؤالي بالنسبة للتشهد الأخي قبل السلام هل في أدعية معينة نقول ولا ندعي بأي شيء إن شاء الله ويزاك الله خير إن شاء الله طيب أرجع إلى الأسئلة أخ علي من عمان بارك الله في يسأل يقول بالنسبة للشخص إذا كان عنده جمع وقصر للصلاة ونسي يقيم للصلاة الثانية هل صلاة صحيحة الجواب نعم الجواب الجواب نعم فإن الإقامة ليست من شروط صحة الصلاة لا الصلاة في الحضر ولا الصلاة في السفر الصحيح هي واجبة عند الرجال لكن الجهة منفكة فليست من صلب الصلاة وليست من شروط الصلاة بارك الله فيك علي يقول أحياناً يسألني شخص سؤال يعني بأمور معينة يقول أنا أقول ما أعرف لأنه سؤال خاص جداً هل علي شيء علي بارك الله فيك أولاً إذا كان الشخص الذي سألك عن أمر يخصك أنت مثلاً فعرض بالجواب عرض بالجواب يعني فلا تكذب لا تقول يعني مثلاً تقول شيء تحسب عليك كذبة لكن توري تعرض بالكلام يعني مثلاً سألك قالك يا يا علي كم عمرك وانت خايف ما تحب أنك تقول له تقول فوق العشرين قد يكون عمرك ثلاثين عمرك أربعين مثلاً تقول فوق العشرين كم عندك في رصيدك وانت تخجل منه مثلاً قد يكون قريب جداً وما تستطيع أن ترده تقول له فوق الألف ريال عماني مثلاً وانت عندك مليون يعني ما شاء الله إن شاء الله الله يرزقك مليون فمثلاً قصدي أنا توري تقول فوق كذا مثلاً أما إذا كان يخص الغير ما يخصك أنت أو شخص أيضاً ما لا علاقة فيك يعني بحيث هو متطفل عنده فضول لك الحق الكامل تقول له سامحني ما أجيبك لك الحق الكامل أو سألك عن الغير تقول له أنا ما أعرف عن الغير وتقصد ما تعرف تفاصيل حياة الغير جميلة من الجزائر تقول أخي عنده من سنة ونص تقريباً تزوج وزوجته رابطينها أهلها تقول يعني الآن هل هذه تعتبر خدعة وكذا وتقول للأسف يعني التي ربطتها ماتت جميلة بارك الله فيك أولاً بالنسبة لهذا الربط والعياذ بالله نوع من أنواع السحر ومن لقي الله ساحراً أو عاملاً بالسحر فقد لقيه في شر حال نسأل الله العافية والسلام نسأل الله العافية والسلام و لذلك قال الله جل وعلا و اتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان و ما كفر سليمان و لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر و ما أنزل على الملكين بباب لهاروت و ماروت و ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء و زوجه و ما هم بضررين به من أحد إلا بإذن الله الآيات و النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصيحين من حديث أبي و رئي قال يجتنب السبع الموبقات فذكر أولاً ما ذكر الشرك ثم قال السحر ثنى بالسحر ثنى بالسحر و الربط هذا الموجود للأسف في بعض البلاد ربط البنت بهذه الطريقة هذا و العياذ بالله ضرب من ضروب السحر ضرب من ضروب السحر و لذلك هذه المرأة لقية الله و في شر حال لقية الله و هي مرتكبة لقادح من قوادح الإيمان قادح من قوادح العقيدة نسأل الله السلام و العافية و أنا أقول هذا الكلام رسالة إلى كل امرأة تشاهدني أو لا تشاهدني الآن يرسل لهذا المقطع أن تتوب إلى الله قبل أن تلقاه فإذا كانت مارست سحراً الصرف أو العطف أو شيء من هذا القبيل عليها من الآن أن تتوب إلى الله و أن تتبرأ من هذا السحر و أن إذا كان عندها شيء من هذه العقد التي ظلمت بها الآخرين الآن الآن قبل أن يأخذها ملك الموت فتلقى الله و العياذ بالله و قد أعدى الله عز وجل لها النار نسأل الله العافية و السلام هذه البنت مظلومة هذه البنت الآن مظلوم ربطتها جدتها أو الجد الكبرى ربطتها نسأل الله و ماتت و لا يعرفون أين هذا الربط الذي فعلت فلذلك رسالة إلى كل امرأة أن تتق الله أو كل إنسان سواء كان رجل امرأة مارس السحر اتق الله و اتق الله لا تلقوا الله عز وجل و أنتم بهذه الحال فإن من لقي الله متلبسا بهذا السحر فموعده النار كما توعد الله و كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الثاني أختي الفاضل إذا كان أهلها يعلمون بأنها مربوطة و يعني دلسوا على الزوج دلسوا على أخيك و ما أخبروه فهذا عيب يرد به النكاح و يجب عليهم أن يدفعوا لأخيك كل درهم صرفه في هذا النكاح يتحملون هذا يجب عليه مجوبا و هذا ما أمرت به الشريعة إذا هم يعلمون هذا يعلمون هذا ثم خدعوه و دلسوا عليه و غشوه فيجب عليهم أن يردوا المال كاملا و له الحق في أن يفارق هذه المرأة إذا كانت هناك بعض العيوب يرد به النكاح الذي ما يمكن هناك استمتاع بين الزوجين و حتى بعض العلماء قالوا كمال الاستمتاع و ليس الاستمتاع كاملا يرد به النكاح كيف هذا الأمر و لذلك هؤلاء دلسوا و غشوا و كذبوا أما إذا كانوا ما يدرون و تفاجأوا بمثل هذا الأمر و هذا طبعا بعيد لأنك أنت ذكرت بأن واحدة من جداتها إذا يعلمون لكن أفترض إذا كانوا ما يعلمون فيكون الضمان على من غش سواء الطرف الذي كان واسط بينهم أو من كان يعلم في هذه العسرة بالنسبة لأخيك أختي الفاضلة قولي له يذهب إلى الرقات الشرعيين و موجودين عندكم و لله الحمد بكثرة حسب ما يبلغنا و نسمع رقات شرعيين على السنة على المنهاج يقرؤون القرآن و يقرؤون الأوراد و يتقون الله في من يقرؤون عليه فيذهب أخوك يذهب إلى هؤلاء و يعني مع زوجته و يقرأ عليها الفاتحة و المعوذات و بإذر الله تشفى يوسف من العين يسأل يقول بالنسبة لتحريك الأصبع في التحيات التشهد الأخير يقول هل إذا بدأنا بالدعاء نبقي أيضا الأصبع يتحرك الجواب نعم فالأصبع يا يوسف في التشهد يرفعه المصلي في الراجح من أقوال أهل العلم من بداية التشهد إلى السلام من بداية التشهد إلى السلام بارك الله فيك يوسف يقول عندي أختي تداوم دوام من الصباح إلى الساعة الثالثة و النصف يقول لما ترجع ترجع متعبة و يأمرها الوالد بأن تدرس أخواتها من الأب فتقول له بأنها متعبة و مرهقة قال إن لم تفعلي غضبت عليك و زعلته شيء من هذا القبيل يا يوسف بارك الله فيك يعني قل لي أختك ترضي والدها و ممكن تقترح عليه وقت آخر تقول له إن شاء الله في الليل أخذ قصة من الراحة و إن شاء الله أبشر في الليل بدرسه من الساعة كذا إلى الساعة كذا إذا أجبرها على ذلك و ألزمها بذلك طبعا ليس له الحق يعني هي بشر عندها طاقة هذا التسلط هذا ما يجوز و لا يصح فترضيه و تقول له أنا وقت آخر إذا ما رضي الدرس قدره مستطاع حتى لو نامت في الدرس و لعله يشاهدها فيرق قلبه يرق قلبه عليها مثلا ما أدري إذا كان له قلب يعني إن شاء الله رحيم و يراها و هي متعبة و مرهقة و نامت عند أخواتها أعتقد يرحمها و يعطيها وقت آخر عموما هذه مسألة قل لي أختك يعني تتفاهم مع والدها تحاول إن قدره مستطاع ترضيه تقول لها أبشر إن شاء الله أبشر إن شاء الله لكن آخذ قصة من الراحة و سأتفرغ لهم فضليا نوف السلام عليكم يا شيخ عليكم السلامة الله يا شيخ عندي سؤالين السؤال الأول أنا عندي خادمة سافرت لأهلها و بترجع يعني إحنا عودناها تروح و ترجع و طلبت مني مبلغ أمها توفت طلبت مني مبلغ عشان مرسم الجنازة و قالت لما برجع علشان إيش أختي أمها توفت ماتت فطلبت مني مبلغ عشان مرسم الجهاز عندها وهي مسيحية مش مسلمة فقالت لما برجع برجع لكم المبلغ يعني تقصد اخصموا من المعاشي فأنا حي مرغي أخذ منها المبلغ لأنها فقيرة و صار لها سنين عندنا تعمل في بيت فالحين السؤال هل ها شيء اللي أنا سويت عادي هل ما أخذ عليه أجر ولا ما يجوز أني أنا أدفع يعني لمسيحية أو جنازة من هذا القبيل سؤال الثاني شيخ أنا عندي زميل عمل يعني ما يصير نص الشهر إلا هو يستغف من زملاء أو من المقربين ما يكفي معه لأنه عليه الكزامات وديون ومصاريف وفاتح بيتين فأنا أريد أن أسأل هل هو يعتبر من الغارمين والمساكين والمستحقين للزكاة أو لا شاء الله يا نوف طيب يوسف بارك الله فيه في السؤال الثالث يقول طبعا يوسف يقول بأن الوالد دائما يدعو على والدتي من دون سبب هل دعاه مستجاب أخو يوسف بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم فأي شخص يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يدعو من دون سبب هذا دعاؤه غير مقبول بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك يعني الوالد يوصى بأن يترك الدعاء على الوالد وعلى عياله وعلى جميع الناس وأنما يدعو لهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدعو على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم ولا شك أن الزوج أيضا لا يدعو عليها لا يجوز له أن يدعو عليها وإنما يدعو لها وواجب على الزوج أيضا أن تبتعد عن أسباب غضبه مثلا لأن بعض النساء قد يكون زوجها غضوب وسريع الانفعال فتحرص على أن تبتعد عن كل شيء يتسبب في غضبه وثورانه مثلا فلذلك توصل والد أيضا تبتعد عنه وتوصل والد تقول يعني الدعاء هذا غير مستجاب أولا وهذا يسبب كراهية بينك وبين الوالدة وصل الله تعالى أن يفتح على قلبه حنام من دبي تسأل تقول في أدعية قبل السلام نعم يا حنام بارك الله في أدعية كثيرة منها اللهم أن يعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحية والممات ومن فتنة المسيح الدجان أيضا من الأدعية اللهم أني ظلمت نفسي ظلما كثيرا و لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك و رحمني أنك أنت الغفور الرحيم أيضا من الأدعية اللهم أعني على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك و لعدية كثيرة بارك الله فيك نوف تقول عندي خادمة غير مسلمة طلبت مبلغ لأن والدتها توفيت و تذهب على أساس مراسيم الجنازة تقول قالت لي أخصم المبلغ إذا رجعت تقول أنا حابة أني أتبرع بهذا المبلغ لها علي شيء ما عليك شيء يا نوف بارك الله فيك أنت تبرعتي بهذا المبلغ لها و هي تصنع فيه ما تشاء مراسم جنازة تفعل به ما تشاء بالنسبة لك لو تبرعتي على غير المسلمة تبرعك مقبول و مأجورة إن شاء الله نوف تقول عندنا زميل في العمل يسترف في منتصف الشهر من زملائه تقول هل هذا يعني ينطبق عليه كونه من الغارمين و ممكن نعطيه من الزكاة أختي نوف بارك الله فيك الغارم الغارم هو من اقترض بحق و ليس بباطل ما دخل بقمار و لا بميسر و لا بشراء خمر و لا مخدرات و لا يتعامل بحرام مثلا لا رجل عنده أسرة كبيرة عليه التزامات عليه مسؤوليات عندها أمور استهلاكية عنده رسوم راتبا ما يكفيه نصف الشهر يفتقر هذا أولى الناس بالزكاة يا أختي الفاضل خاصة و أنكم اطلعتم على حاله فالله جل وعلا يقول إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة و قلوبهم و في الرقاب و الغارمين فهذا غارب لنفسه هذا غارب لنفسه و لذلك إذا كان فعلا ما عنده قدرة على سداد الديون و كل شهر يتراكم عليه تتراكم عليه الديون هذا أولى بالزكاة أختي من غير أهم شيء أنكم تتأكدون بأن قرضة في أشياء مباحة عنده أسرة كما ذكرتي عنده بيتين إذن هذا أولى من غيره في قضية الزكاة انتهت الأسئلة ما انتهى وقت البرنامج ألتقيكم إن شاء الله غدا على خير بحول الله السلام عليكم و رحمة الله وبركاته